بين جدران ورشته البسيطة يقف المهندس محمد صلاح في خلوته المعتادة مع محركاته البحرية متأملا تفاصيلها بعنق وكأنها رفيقة درب قديمة يبوح لها بأسرار شغفه ففي منطقة بئر علي الساحلية بمديرية ردوم في محافظة شبوه يواصل محمد رحلته مع الميكانيكا البحرية تلك المهنة التي أستهلكت من عمره عشرين عاما ولكنها بالمقابل منحته سرا من أسرار الحياة قوة الصبر وسنع المستحيل أول شيء سيرت المهنية طبعا من صغري حب للميكانيكا والصيانات والشيء تاني أخوالي كانوا مهندسين وصحاب ورش ونتردد دائما عليهم ونتساعدهم في موضوع الصيانة لما اطورت مهاراتي ودخلت دورة في وزارة المهنة العليمية وخذت شهادة وأيضا شهادة تقديرية من شركة داود والحمد لله أصبحت مهندس لما كانته واسمه في المجتمع كسة محمد لم تكن مجرد مهنة فرضتها عليه ظروف الحياة فالعشق قديم للهندسة الميكانيكية حوله بإرادته إلى مصدر ريسك كريم بين أزمات المعيشة وشح الإمكانات اختار محمد أن يتحدى الصعاب بفتح ورشة متواضعة ورغم ذيك المكان ونقس قطع القيار إلا أن عزيمته الصلبة وقفت في وجه كل تلك العراقيل وظلت يداه تعملان بإتقان وإخلاص الصعوبات كمهندس طبعا مش اكتمال المعدات كاملة من ناحية المعدات مستحيل خاصة بسبب أنها مبالغة حائلة حقها بعض المعدات نفتكر بس وقت نحاول نحن نبدع ولكن المعدات 100% مش موجودة والشيء الثاني المحل المحل المحلاء دائما تكون ضيقة والتهوية نعاني من التهوية الصيادون في بئر علي وجدوا في محمد صلاح طوق نجاه فهو لا يوفر عليهم مشقة الطريق إلى محافظات أخرى فحسب فليغمرهم بخبرته الواسعة التي لا تقدر بثمن والله أفضل خدمة قدمنا يعني يوفر لنا عن السفر للمكلة والشحرة يعني لو كان محمد صلاح مش موجود عن الورجة المهندس الوحيد عننا في بئر علينا تبرى ولذلك كان أطرف خلال في أطرف خلال في المحرك البحري تطرنا كوديه للمكلة والشحرة لكن بوجود محمد صلاح في البئر الحمد لله الأمور طيب وجوده هنا هو قصة تضحية وحكاية ملهمة لكل من آمن أن الشغف يمكن أن يتحول إلى عمل نبيل وسيلة عيش شريفة محمد صلاح هذا المهندس الذي يسعق قصة كفاحه بعرض جبينه يعكس لنا كيف يمكن للحلم أن يتيسد حقيقة وكيف يصبح الشغف عملا يبني الأمل ويغمر قلوب الآخرين بالثقة في غر أفضل